مع النبض المتسارع الذي يخوضه العراق السياسي على صعيد إجراء استحقاق دستوري غائب منذ نحو عقد من الزمن تعلق انتخابات مجالس المحافظات على جدار قراءة المشهد بين حالة التنافس التي تخوضها المكونات السياسية والكتل الكبيرة كثيرا ما أكدت الحكومة على لسان رئيس زرائها إجراء الانتخابات المحلية بموعدها والذي حددته المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في الثامن عشر من كانون الأول من العام الجاري تأكيد تجدد عقب أحداث كاركوك الأخيرة ببيان قال فيه رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أن الحكومة تقدم دعمها لا محدود لمفوضية الانتخابات لضمان إجراء الاستحقاق الدستوري بموعده بشفافية ونزاها وبمشاركة جميع المحافظات بما فيها كاركوك وعلى الرغم من إجراء المفوضية عملية تجريبية لمحاكاة الاقتراع والعد والفرز بحضور حكومي وأمومي بالإضافة إلى توقعات مراقبين بمشاركة انتخابية جيدة في بعض المحافظات إلا أن خارطة التحالفات السياسية سبق وأن تعرضت في أكبر كتلها الإطار التنسيقي إلى انقسام وتجاذبات قد تعود من جديد بحسب ما يتوقعه مراقبون سيما مع عناوين عقدة الكاركوك التي ظهرت مؤخرا ولعبت دورا فاعلا في تغيير أحجار الشطرنج على رقعة التنافس الانتخابي من القوى السياسية يبرز هذا جليا في ترقب ما سيحققه اتلاف دارة الدولة من وعود بالالتزام بالمنهاج الوزاري والذي تربطه كتل سياسية ومنها الكردية في الشارع الكاركوكي بتداعيات التوتر الذي أحدثته خلافات على حقوق المكونات في الجملة والتفصيل يحذر ناشطون من خشية تكرار المشهد الانتخابي كما جرى في الانتخابات البرلمانية الماضية تحديدا فيما يتعلق بهيمنة كتل وقوى كبيرة على المشهد الانتخابي والذي قد يتصاعد مؤشرها مع عزمة كاركوك والذي يرى مراقبون أنها لن تمر مرور الكرام في حال لم يستطع اتلاف دارة الدولة تحقيق عوده التي من ضمنها تعهد رئيس الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها وفي كل المحافظات ترقب جديد إذن لقراءة التجرادبات السياسية والتي تغيرت الخارطة فيها منذ انقاطع التيار الصدري صاحب الثقل السياسي المشاركة الانتخابية في بداية مشوار الحراك الانتخابي لمجالس المحافظات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر